كما لو أنه منفصل عن الواقع أو يعيش في بلد غير العراق يتحدث وزير الدفاع جمعى عناد عن هيبة الدولة في تصريح يثير السخرية والاستهجان الجيش موجود مؤسسة عسكرية موجودة والجيش منتشرب كلها احنا تدري عندنا موضوع هذا اللي دي يصير الصواريخ وكذا هذا الامور هذه تدري لازم احنا نكون حكماء به هذه احنا ولد بلد واحد يعني خمار رح ننسوي نحرب اهلية على مدولة هذا يضرب وهذا ما يضرب احنا نحاول قدر الامكان نضبط انفسنا والحمد لله الامور ترى مو يعني بالشهر دين نضرب صاروخ صاروخين يعني ما يأثر على هيبة الدولة ترى هذا صاروخ يسقط كل يوم في مناطق مهمة في بغداد لا ينتقص من هيبة الدولة فالامر عند السيد الوزير طبيعي جدا ويحصل في ارقى الدول فاي هيبة هذه التي تنهار باقل هزة سياسية او امنية واصغر عنصر في الميليشيات بامكانه ان يهدد اكبر مسؤول بل ان ثلاثة رؤساء حكومة متعاقبين العبادي وعبد المهدي والكاظمي لا يستطيعون ان يدخل منطقة عراقية محظورة من قبل الميليشيات كما هو الحال بالنسبة لمنطقة جرف الصخر الهيبة التي اقر قبل عدة ايام رئيس الحكومة الاسبق نور المالكي ان العراق افتقدها باتت اليوم في وحل الميليشيات بل ان عراق ما بعد 2003 تأسس منزوع الهيبة ووضعت هيكلية الحكم فيه لتناسب شخصيات كرتونية تعجز عن اتخاذ اصغر قرار سيادي واكثر من ذلك الشخصيات الامريكية والايرانية عندما تريد ان تنفذ شيئا متعلقا بالعراق تتجاهل حكومة بغداد لا استئذانا ولا مشاورة ولا مجرد اخطار وتلك هي اعلى درجات الاستحقار في ميزان العرف السياسي العملية السياسية المشوهة والهزيلة لا يمكن ان تأتي بشخصية قوية تعيد للدولة العراقية هيبتها لان قواعد هذه العملية هشة وغير مثبتة على ارضية وطنية حرة اقصى ما يمكن ان يفعله من يطمح لرئاسة الحكومة في العراق الحالي ان يكون معقبا لمعاملات الامريكيين والايرانيين وسمسارا يسير مصالح الميليشيات